أول سؤال عندنا النهاردة من حساب أحمد مجد بيقول يا عم الشيخ مش ركله كده زعلان مني ولا ايه يا عم الشيخ العلاق بالطريق بالرقية الشرعية معلوم ومطلوب وانتو بتركوه السحل ليه؟ استغفو الله العظيم ايه علاقة الرقية الشرعية بالسحل؟ الرقية الشرعية دي للإنسان عشان يحس ينكشف الحجاب بتاعه فيرى البركة الرقية الشرعية دي كمان عشان الإنسان يتحصن بيها من أشياء كثيرة جدا جدا ايه اللي خلى الرقية الشرعية مرتبطة بالسحل؟ اهو دي الحاجات بقى اللي احنا بنخاف على عقل الإنسان المسلم فيها من عقلية الخرافة ان فيه ظاهرتين حصلوا في حياتنا هي موجودة طول الوقت بس يزادت قوي في السبعين سنة اللي فاتت الظاهرتين دي هو ايه؟ ظاهرة اسمها تجنين الحياة والظاهرة التانية اسمها ظاهرة سحر الحياة اللي هو ايه بقى؟ ان الخل الحياة يزيد فيها مساحة الجن يبقى الوحدة اللي اتأخر جوازها يبقى من الجن الوحدة اللي زعلانة من جوزها يبقى الجن كمان لو حد زعلانه مكتئب يبقى برضو الجن وكأنه مفيش حاجة في حياتنا بتتم إلا مع الجن انا هسألكم ساعة ما بتقولوا كل الكلام ده وتسببوا الجن فين فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين؟ فين الله لطيف بعبادي؟ فين كل الكلام ده؟ انتوا ليه حضرتكم محسسيني؟ ان السحر بيكون من غير بدون علم الله يا سادة السحر ده شيء بسيط وتافه وذكر الله سبحانه وتعالى والاقبال على الله يحسن العبد المسلم وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جات سيرة الرقية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة عشان تعرف ان احنا الرقية لما جي الحديث الرقية كانت ساعتها حصلت الرقية للديغ اللديغ يعني ايه؟ كان كبير القوم والصحابي ورواية فيها انه سيدنا مريرة قرأ عليه الفاتح فهو الراجل سأل هل معكم راق؟ فقرأ عليه الفاتح فشوفوا يا الرجل فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ومن أدراك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم ادوه مشاه فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم يبقى اذا من شئ الرقية أصلا؟ ما كانتش في مسألة السحر أصلا؟ يعني الحديث اللي وردت فيه أن الفاتحة رقية ما كانتش في مسألة السحر ولكن ورد أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كمان لما سحر قرأ المعوزتين وأنه كان يرقي الحسن والحسين بالمعوزتين صحيح الكلام ده فما تضيقش أفق حضرتك وتعالوا نفهم الدين بشكل أوسع وبلاش فكرة أن الرقية مرتبطة بالسحر مين بقى اللي ربط الرقية بالسحر؟ أنا آسف هتسامحوني صح؟ الناس اللي خلوا الرقية دي سبوبة مش وصل بالله مش رجاء للدخول على الله مش نوع من أنواع التسكية ولا نوع من أنواع الإقبال على الله فبقينا محتاجين للناس اللي بيقولوا الرقية الشرعية أنا آسف أكتر ما محتاجين إلى الله ندور على الناس اللي عندهم رقية شرعية أكتر ما من ندور على اللوزي بالله سبحانه وتعالى يجي يقول لي ما أنا أم أنا أدور عليه ما أدور عليه عشان نرقية شرعية يا سيدي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ويجيبوا دعاة الداعي إذا دعان اجمت شوية كده وخلي قلبك في يقين واثبت على محبة الله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتاب الله عليك طيب ربنا كتب عليك إيه كتب ربكم على نفسه الرحمة طيب ربنا الله لطيف بعبادي حاول تتمسك بده ويصير مع الله سبحانه وتعالى وشوف النتيجة هتكون إيه لكن تيجي تقول لي أن احنا بننكر السحل لا احنا بننكرش السحل بس احنا بننكر خرافية ما يصنع الناس من أساطير عن السحل فهمت حضرتك؟ آه في سحل بس ضعيف وذكر الله أكبر ولا ذكر الله أكبر ولا ذكر الله أكبر ولا ذكر الله أكبر فمين قال أن احنا بننكر السحل؟ بس بننكر أن الأمر دو شيء ضعيف بيحصل من تأثيرات في الكون وشاء ده شيء ضعيف مش محتاج كل هذه الأساطير اللي احنا نسجنا عشان ما نعيش في عقلية الخرافة يبقى حاجتين بلاش تجنين المجتمع وتجنين الحياة كل حاجة جين أو بلاش تسحير الحياة وكل حاجة سحل اذكروا الله ويقرأ المعوزتين والفاتحة والأمر كله لله